أكد الأمين العام لجماعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أنه ينبغي على المجتمع الدولي العمل على مسارين بالتوازي أولهما وقف فوري لإطلاق النار ووضع حد للقصف الإسرائيلي ضد أهالي قطاع غزة وضف أبو الغيط في كلمته أمام قمة القهرة للسلام أن المسار الثاني هو فتح ممر آمن على نحو عاجل لإصال المساعدات الإنسانية لسكان القطاع بالكامل ينبغي على المجتمع الدولي العمل على مسارين بالتوازي وهما أولا التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار ووضع حد للقصف الوحشي الإسرائيلي ضد أهالي القطاع من المدنيين وثانيا فتح ممر آمن على نحو عاجل لإصال المساعدات الإنسانية للسكان في قطاع غزة بالكامل مع تأمين استمرار إمدادات الغزاء والدواء والمياه والطاقة إلى أهل القطاع هذه هي الأولوية القصوى أما استمرار الوضع الحالي فيندرج في إطار المخالفة الصريحة والفادحة للقانون الدولي الإنساني من جانب إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال